السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحل الامتحان رقم 36 اللي هو الجنرال الاجزام 12 من كتاب ايه وان بوكرة الفين اول سؤال بيقول ايه? بيقول فارس نقط هز هاند. عنادي يقول فارس رفع ايدي عشان يسأل الرئيس سؤال انزع فورم في المنتدى. يبقى يرفع يعني ايه? يرفع يعني ريز يعني يرفع ايده او يجمع مال او يتبرع لجماعية خيرية او يربي يعني يربي اطفال يعني. روز يرتفع. اراوز ينشأ. اراوز يسير. الكبري بتاع الجولدن جيت is a famous a very famous نقط ان سان فرانسيسكو. طبعا هو عايز يقول لاند مارك معلم سياحي. ممارك بس علامة. وجريت درجة. ايه سيجنال اشارة. زاروم انزيس هوتل الحجرة اللي في الفندق ده. نقط ان سايز اند شيب. تختلف ايه في الحجم والشكل. very different. يبقى الاتنين ليدي. a و b. معناه يختلف او يتنوع. رقم اربعة. بتقول لي something شيء ما نقط wrong. wrong بتاخد الفعل go يعني حق قطق. يبقى وينت. with my phone حصل قطق يعني. it suddenly stopped working. توقف عن عمل فجأة. ten people not two babies. او عايز يقول عشر اشخاص من بينهم two babies. يعني طفلين يعني بيشتملوا على طفلين. يبقى in colluding. عشر اشخاص مستمرين على طفلين. where call. where kill التمك هتلو. يبقى in colluding. ويشتمل على. in colluding يعني يرفق وكونتين يحتوي شيء داخل شيء. وكون السيس يتكون من. عايزة off. وبيجي بعدها كل الاجزاء. I am not to all mighty Charles. who always بسمي. وعايز يقولك انا جادير بالعرفان او بالشكر بقى grateful. harma full طبعا سيء. hand full ده ساخي او يعني generous. hope full عنده امانة او امنيات. Egypt is known to have started زي نقط. من المعروف ان هي هتبدأ ايه? of reforming اصلاح. زي the patient system. يبقى او عايد عملية الاصلاح يبقى بقى بقى process. عملية تعليمية process. عملية داخل المعمل operation. operation. procession. موكب. not of the companies. support is a lot of charge. طيب. انا عندي يا باشا اسم جامع. فعل مفرد. support. يبقى قول مش نفع. قول عايزة اسم جامع. فعل جامع. او اسم لا يعد وفعل مفرد. طب بوس. بوس عايزة اسم جامع وفعل جامع. مش نفع اعطو. طيب. every joe ahí بيجيش بعدها ك POW. طيب. جببه each اسم جامع وفعل مفت. each off. بجيجب بعدها اسم جامع. فعل مفت. each لوح ده اسم انت مفورد. فعل مفت؟. in the last ten yegers ده. انتزى الىستين ييرة الكده. كده. ده تعبير مضارع تام. من م brave كده في الكلام عشان نركز فالتدي مهمة إنما لو قال لي last years يبقى last year يبقى كده مرة بسيط إنما in the last ten years وقال المدة يبقى كده مضرقة تام يبقى يجب تهاز تيرنت not the concert he gave yesterday he fell to the stage عايز يقول أثناء الحفلة while بيجي بعدها يا بشا يام ماضي مستمر يام فال ING لما فيش فاعد وده اسم concert ده اسم وين زيها يام جملة يام فال ING فال ING او اسم دورنج اسم بإذن حصلت عندي بين دورنج وبين ON ON بيجي بعدها فال ING او اسم ودورنج بيجي بعدها اسم بس ليه أنا شقبطت على ON ومختيهاش لأن ON عايز حلس ورد الحلس يكون في ساعتها حلس ويرد الحلس يكون في ايه يعني مثلا عندما الوقت دخل الحقنة الوقت عيط يبقى كده ON فاعل ورد فاعل إنما دورنج حلس كان مستمر وقطعه حلس ثاني ودورنج اسم هي جيب يستر ده اسناء الحفلة اللي هو كان يقامها كان الحفلة مقامة هو كان موجود فيها يبقى كده دورنج يبقى فرق بين دورنج و ON لما يجيب بعدهم اسم could you tell me was not work وبعدين عالمة استفهام الراجل جايب عالمة استفهام ركز في الأسئلة دي الأسئلة دي مهمة لما يجيب لي نقطة ولا عالمة استفهام ويبدأ بقد أو كان أو يبدأ بأي كلمة استفهام لو عالمة الاستفهام دي موجودة زي كده يبقى أنا بقدم الفاعل على الفاعل بقدم الفاعل على الفاعل بقدم الفاعل بس انت بقى بقدم الفاعل على الفاعل لو كان في عالمة استفهام ما ليش دعب كد ما تقولش كد دي عالمة استفهام كد دي طلب كد دي ايه طلب من قلت أن تقولني كد تقولني مثلا ايه ايه اقول كده بقى ايه ميوزيوم ايه 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 إيبه كلمة استفهام كلمة الاستوجه عن if u resume وما فيش كلمة تستفهام يبقى فاعل وبعدين فاعل طب هو من طب ما بيجيش قبلها وز طيب يبقى هو مش معناها من معناها اللازي هنا معاها من معاها اللازي اعمل معناها اللازي يبقى هو ميجيش قبلها حرف جر وز يبقى تطابر وهو برضو طلع بره بيجيش قبلها حرف جر وز ما فضلش هوم ما فضلش غير هو طب هوم مست اي ولا هوم اي مست لا هوم اي مست انا اعمل مع مين انا يجب ان اعمل مع مين ليه بقى ان خديوت دي طلب ما هو السؤال ده ايه طلب هي نقط هزهير قط جملة السببية استركز بقى في جملة السببية هنا هزهير الشعر ده مفعول طب المفعول ده في محل فاعل ولا في محل مفعول في محل فاعل يبقى يجيب المصدر قط طب لو محل المفعول يبقى برضه يجيب الصرف التالي قط في فكرة ثانية الفكرة الجملة دي ماضي هزهير قط عندما انت اتصلت علي عندما اتصلت علي يبقى ده ماضي فوند ده ماضي يبقى الجملة ماضي يبقى المضارقة بره مضارقة بره يبقى الماضي اقول له ووز جوت ولا ووز هافنج لا لا هو ماضي مستمر عشان تقطع احداث ماضي مستمر عشان هو ايه تقطع احداث يبقى ووز هافنج طب ليه مش ووز جوت ووز جوت دي كده مبني المجهول ومش نفع معاه عشان هي ده فاعل كده مش هايين فاعل نجيب مجهول هنا الجملة اصلا معلوم شك الاولين ان الجملة معلوم خمسة 13 اف اي نوعة فري تايم نكست ويك ايود رازر فيزت مستر اصام انا هزور مستر اصام تمام بيقول لك انا هزور مستر اصام بيقول لي ودرازر والمصدر والرازر والايه والمصدر والرازر والمصدر كيف بيجي بعدها مضارع يبقى ها which is the full one transition من فضول الكلمات دي is followed by reason يجيب عليها سبب يعني this by التناقض وdo to بسبب كونسيكوانتري بنانا على ذلك نتيجة تشبيه شابة وكده نكون خلاصنا الانتحان رقم 36 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة